وبما أنك ذكرت الكابتن محسن صالح الحقيقة نادي الأهلي بيعين الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط والحقيقة الكابتن محسن صالح مش بس على المستوى الفني قيمة وقامة كبيرة جدا طبعا هو بيحل مكان العظيم الكابتن طه اسماعيل وعظيم تولى مكان عظيم لكن الكابتن محسن صالح كمان كان له تويتر في التفاعل مع الجماهير لأن الكابتن محسن صالح على تويتر نشط جدا وبيحب دايما نتفعل مع جميل الفارس وبيعتذر عن كم الرسائل اللي جات له ومقدرش يرد عليها على عكس اللي هو متبع انه دايما بيرد على كل رساله دي حاجة مهمة جدا بالفعل هو يستحقه الحقيقة الكابتن محصن صالح زي ما حراكوا شايفين التويتها في الفاتر الكابتن محصن صالح كان لعب مهم جدا طبعا انتقل لأنديها كتير جدا بدأ في المصري وبعدين احترف في فترة الحرب سواء في الكويت او في لبنان ثم عاد للنادي الاهلي موسم 72-73 حتى موسم 78-79 حقق اربع بطولات دوري وبطولة كاس وقتها كانت المشاركات الافريقية لنادي الاهلي ما كانتش بالقوة اللي تقدر تضيف للجيل ده بدأنا في التمنات نستحوذ على افريقيا بشكل كبير جدا على مستوى التدريب درب في دول الخليج السعودية عمان الامارات كمان المنتخبات منتخب مصر منتخب اليمن منتخب ليبيا اعتقد قيمة وقومة كبيرة جدا حتى على مستوى الاندية يعني اخر بطولة حققها النادي الاسماعيلي كانت تحت قيادة الكابتن محسن صالح 2002 حقق معهم الكاس 2000 والدوري 2002 كذلك مع النادي المصري وصل للسيمي فاينال 98 او 99 لما انهزم امام الافريقي ومن وقتها قعد عشرين سنة النادي المصري عشان يوصل في بطولة افريقية للسيمي فاينال على يد الكابتن حسام حسن اعتقد مستوى تدريبي محترم جدا كمان الانتماء حدث ولا حرج مواقف الكابتن محسن صالح تستحق كل التأدير والاحترام دائما وابدا في خندق النادي الاهلي الفابروكا كابتن وان شاء الله موفق في الاختيار كابتن محسن صالح انا بعتقد دايما ان اربع بطولات دوري وبطولة كاس قدر جيد لكابتن محسن صالح ولكن في رجال تشعر ان قدرهم مع النادي الاهلي يستحق ما هو اكثر كابتن محسن صالح نموذج لكل واحد مش شرط تاخد فرصتك في النادي الاهلي في وقت مبكر ولكن طول ما انت بتتعامل مع ضوابط النادي الاهلي وادبيات النادي الاهلي وفلسفة النادي الاهلي بما يليك في كل تعليقاتك وفي كل مواقفك حتى وانت خارج النادي الاهلي هتلاقي اكيد اللحظة اللي بتيجي عليك وبتكون قدرك فيها ما بنيته مع الجمهور وده اللي حصل مع كابتن محسن صالح بان اعتقد في الوقت ده المكان ده بيليك بكابتن محسن صالح وهو خير خلف لأفضل سلف الكابتن طا اسماعيل وان شاء الله بإذن الله يا احمد نحق الكثير مع كابتن محسن صالح ان شاء الله وقع برضه كابتن طا اسماعيل ينطبق عليه نفس الأمر في كل القضايا هو في خندق النادي الاهلي